بحضور المهندس هلال الهلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي والدكتور مهدي دخلالة عضو القيادة القطرية رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام تم تخرج المشاركين في دورة الإعداد الحزبي الثامنة وقد ألقى الأمين القطري المساعد كلمة تحدث فيها عن أهمية هذه الدورات التثقيفية للبعثيين فحزب البعث هو حزب الثقافة وحزب التقدم والتطور وأهم دليل على ذلك هو الحرب الشرسة التي تحاك ضد سوريا وضد الفكر البعثي القومي بشكل خاص المهندس الهلال أكد على أن الشعب السوري وبفضل وعيه تمكن من التصدي لهذه المعركة التي استخدمت فيها كل الوسائل وأقذرها ومن أهم هذه الوسائل هي التضليل الإعلامي فالحرب على سوريا هي الأولى في التاريخ التي يأخذ فيها الإعلام دورا أساسيا وذلك بسبب التطور المذهل في تكنولوجيا الاتصال والإعلام وقد جند أعداء سوريا الإعلام وأعطوه دورا كبيرا وموازيا للعناصر الأخرى في الحرب وهي السلاح والإرهاب والارتزاق السياسي مشيرا بأنه من أهم عناصر التضليل الإعلامي التزوير والكذب وتشويه الحقائق ونشر الشائعات وغيرها والهدف من ذلك هو ضرب المعنويات ونشر اليأس تمهيدا للاستسلام ولكنهم فشلوا في ذلك كما أشار المهندس الهلال إلى أن سوريا وبفضل وعي أبنائها ستبقى واحدة موحدة مشيرا إلى أن وحدة أراضي وشعب سوريا مضمونة بجميع القرارات الدولية وآخرها القرار 2254 وأكدت عليها جميع المواقف في كل أنحاء العالم وأن هذه الوحدة يضمنها أولا وأخيرا بواسل الجيش العربي السوري الذين يقدمون دماءهم وأرواحهم كي تنتصر السوريا على الإرهاب ويبقى علم الوطن يرفرف فوق كل شبر على أرضه وكي تبقى السوريا موحدة بكافة أطيافها وأجناسها ومن يرهن على ثوابت الوطن من حدود الوطن وقائد الوطن وعالم الوطن هو واهم فلا تفرط بالثوابت والأساسيات مهما كان الثمن